افادت وزارة الدفاع الروسية بان قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة كلاشافيكا في محور دونسك وتحرير لوبكوف في منطقة زابوروجيا وسط مواصلة قواتها تقدمها في كفة المحاور وقال المتحدث باسم الوزارة ان القوات الروسية تعترضت ستة صواريخ من انظمة هايمرس الامريكية في زابوروجيا كما تكبد الجيش الاوكراني خسائر التصل الى تسعين بين قتل وجريح في صفوفه اعقد وزارة دفاع حلفينيتو اجتماعا في قاعدة رامشتاين بالمانيا لبحث السبل تعزيز دعم اوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية واكد وزير الدفاع الامريكي لاي داستن خلال الاجتماع ان بلاده ملتزمة بالاستمرار في تقديم الدعم العسكري لكييف لدفاع عن نفسها من جانبه شدد الرئيس الاوكراني فولودو مرزي لنسكي على حاجة بلاده لصواريخ وانظمة مدفعية طويلة المدى مطالبا بتقديم المزيد من الدعم العسكري الغربي لكييف طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو خطة جديدة لزيادة الانفاق العسكري وتحديث الجيش واكد ماكرون سعي بلاده لتحديث الجيش الفرنسي للدفاع عن اراضيها مضيفا ان الحرب الروسية على اوكرانيا اكبر خطر على اوروبا وادت لتغيير الاستراتيجيات العسكرية وصل الدين العام الامريكي الى سقف واحد وثلاثين واربعة من عشر تريليون دولار وسط مواجهة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الكمهوريون وديموقراطيون بزعمة رئيس الامريكي جو بايدن بشأن رفع السقف ما ينذر بحدوث ازمة وابلغت وزيرة الخزانة الامريكية قادة الكونغرس ان وزارتها بدأت في استخدام اجراءات غير عادية لادارة النقد يمكن ان تجنبها التخلف عن السادهد حتى الخامس من يونيو اكتحت فيضانات عرمة اجزاء واسعة من سربيا والبوسنة والجبل الاسود والبانيا وكوسوفو ما تسبب في غلاق المدارس واعاقة حركة المرور وغرق الاراضي الزراعية واعلنت السلطات في عدة مناطق بدول البلقان حالة الطوارئ فيما تكافح لاحتوي ارتفاع منسوب المياه نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء صحة القائمة المتدولة على بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والخاصة باسعار حصص مجموعة الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 وشدد المركز على ان وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن اي تفاصيل بهذا الشأن ولا تزال بصداد منقشات مختلف المقترحات بجاني اليات تفاعل وتنفيذ مجموعة الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وذلك لضمان تنفيذها وفقا لمعايير الجودة التعليمية